وفي قضية تجمع بين الحقوق والواجبات والمظاهر التي تواصل عصف أركان الدولة العراقية كتب المحلل السياسي كفاح محمود تغريدة على إكس ذكر فيها أن أعضاء حكومات وبرلمانات الدولة المتحضرة يذهبون إلى مقراتهم بسيارتهم الشخصية أو الدراجات الهوائية وبمفردهم بينما ندرك حجم المصيبة في العراق مع جوعية البرلمانيين والوزراء والمدرين العامين والكم الهائل من مركبات النقص والاستعراضات التهريجية إنه زمان عراقي آخر